الأخبار المحترفين أحيث ذكرت سائل إعلام تركيا أن الدولية الجزائر سوفيان فغول يتجه للبقاء في نادي كالتا سرايا التركي وتشريف عقده الذي سينتهي نهاية تجوان 2022 ودخل اللعب السابق لنادي واستهاما لإنجليزي اهتمامات العديد من الفرق الخليجية في مقدمتها النصر السعودي الذي يصر كذلك على ضم سحرة دفع الخضر جمال بالعمري هذا وسيكون على الجميع الانتظار إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري لمعرفة تطور الأمور وإمكانية عودة المنافسات في حالة زوال الوباء ويذكر بأن الوزير سيد علي خلدي أكد خلال فترة توقف الأولى بأن القرارات جاءت تطبيقا لتعليمات الرئيس الجمهورية